اشتركوا في القناة 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 الضغط الكبير على اللاعبين عدد مباريات أكتر مساري أكتر يعني الضغط الكبير على اللاعبين أدى لها المستوى المبارياتي اللي ما استمتعنا فيها بكتير من المحلات بعد دور المجموعات لأنه كانوا اللاعبين استهلكوا وأرهقوا وهلأ بداية موسم رح تكون بطيئة أو سيئة ليه بعدنا عم نحكي عنه هشام من تحت الهوى قبل الحلقة 15 أوجست بيبلش الموسم بإسبانيا وبيبلش الموسم بإنجلترا يعني حولوا اللاعبين إلى روبويات حولوا اللاعبين إلى سلع حولوا اللاعبين إلى مانوكا بس نزالوا على الملعب وقفوا نحن نطلع مصاري من وراءكم هذا الأمر عم ينعكس على متعة كرة القدم على مستوى المباريات يعني الدليل الملموسي اللي شفناه بكأس أوروبا يعني مثلا بهولندا لنقول فيرجل فندايك اللي هو إذا بدك كمتن الفريق نجم الفريق مستوىه وشيكي يعني كان كل الوقت مبين منه غير مش كتير مش بيأحسن مستوى طيب أوكي لعبين خمسين مبارات الصنة ما علي بركون لعبين دورة الإنجليزية وكاس إن قترة والليك أب والشامفينز ليك لعبين خمسين مبارات هلأ شو بيعمل هلأ بيرتح أسبوعين بواحد أب بدي يكون بالمعسكر بخمساش أبود يعني شو عنده يعني تبطي إخر شي اللاعب يعني إخر شي وين بدوا يسكن حتى في لعبين أجلوا أجلوا عملياتهم جراحية شفنا الصنة خلصة ألمانيا راح تلع تغير رحم العمليات جراحية إسمات تصريح أنه في لعيبة صارت أنه بتتمنى قدمة فيها الميجر تونة من سواء المنطقة بتخلص بسرعة ليروحوا عفوا رصاً يعني صاروا بالإخر شي هو لمهنت المهنتي ومتل مهنتك كيف نحن ننطر إياه مثلا لأنه نحمط على الهواء أسبوعيا ننطر رمضان مثلا بكم من ننترون مناطرة مثلا عن أني راح يكلوا مثل مبدون ما فيهم يظهروا مثل مبدون خلال السيزن وشفنا كل مرات الصرفية تمديد وقت يعني الأداف ما في مستوى ينزل على أفضل كثير وشفتنا يعني لعبين ينهاروا يعني ومع أنه هذا الشيء لعبين كبار ومفترض اللايقتهم البردانية ممتازة عم كانوا ينهاروا بالوقت ما بدا شيء آرين بلنجهم الريال على بلنجهم الينجاترة غير العيد غير واحد يعني آرين بس اللاعبة مع منتخباتهم واللاعبة مع انديتهم أنت عم تحكي عن الفوتبول عم ينهك بالتسليع وبالإعلانات وبالمصاري بكمية المصاري ما بعرف ما بعرف إذا يعني سيتراجع يوما ما كرة ستتراجع يوما ما كرة القدم من ورا هذا الموضوع لا تصير لعب الشعبية الثاني بركيا لاعب داني ما عنده حياة اجتماعية كمان هيدا يعني يمكن المشاهدين ما بيعرفوا على الصعيد الاحترافي لاعب ما عنده حياة اجتماعية ما عنده حياة يومية مش متلنا بأي لحظة فيه يظهر حتى إذا ظهر ما فيه يأكل ما فيه يشرب ما فيه يشرب ما فيه يصهر يعني عنده عنده نظام للعيش صعب جدا وبالتالي بينطر هالفاكيشن اللي عم يحكي عنه يشامي اللي هي وعشرين يوم وعشرين يوم تيتنفس ويشرج ويرجع لمعسكر فريو الاستداد للموسم الجديد وبلشوا يعني فيه لعبين هلأ رودري مبارح تاني قائد منتخب إسبانيا عم يحكي أنه نحن اللعبين ممكن ناخد إجراء معين دمما ما نقبل أنه الكالندر تضل هيك لأنه صار اللعب يعني عم يتدمر عم يتدمر شفنا اللعبين عم يعتزلوا اليوم يشامك كان عم يقول لي متفاجأة يا جو ألكنترا أنه بعض بهالعمر عم يعتزل ثلاثة وثلاثين سنة أو لاعب عم يهرب مثل خمس رودريغاز ثلاثين سنة خمس رودريغاز يلي أبدع بكأس العام 2014 وراح ريال مدريد رجح هلأ ملعب بأمريكا جنوبية عم يعمر 32 سنة مع ساو باولو بلبرازيل لأنه ريتم الفوتبول أضعف ما بيقتله ما بيقتله الكاريتا باولو تياغو عضطر يعتزل ما بقى قادر يعتزل لأنك عم شوف أكتر في سبب مالي بس كما عم شوف لعبين عم يروح على أمريكا والسعودية كمان لأنه فوتبول أريح يعني تياغو برشلونا باير ميونيخ ليفر بول تخيل المتطلبات بهيك أندي كبيرة أدهو كمجبر يعطي على أرض الملعب يعني من خلال المتطلبات البدنية اللي طبعا خلاص وقف زي ما بقى قادر يعطي كمان عم تنتهي مرحلة رونالدو ميسي كمان هاي دي بتمعكس على غير لعبين أنا كنجي أنا دي أنا عندي رأي يعني أنا بعتبر أنه مرحلة ميسي ورونالدو بدل ما تقوي كورا القدم أكيد عملت فارتين عملت قصة خيالية ورح يحكوها الأجيال 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 بس أضعف الفوتبول عملت بولاريزيشن يعني عملت يعني نحن عيامنا كان يتصارع منظومات ما كان يتصارع لعبين بس لأنه كرمال نايك تلبس أو كرمال فلان أو كرمال يعني فرمشو أزل ما كان بس أنه تعونا نعمل هال سوبر هيرو دوت سوبر هيرو تاني يعني باتمن وسوبرمان ويلعب دون لا كان في منظومات تتصارع تحكي إيطاليا تحكي عصر ديناصورات دل بييرو بيرلو يعني هولندا بيركامب كلوفرد سيدورف ديفلز عم تحكي كنا نحكي عن منظومات مدارس تتصارع يجي مارتشالو لبي على رأس المنتخب أو مثلا الإيطالي يدمر الألمان يجو الألمان مثلا يعني فرانس بيكينباور بيرتي فوكس يعني يعمروا يعني حتى الأندي يعني كانت تتأثر بهذا الموضوع موضوع المتخبات نتذكر ميلا مع الثلاثة الهولندي ردوا عليهم انتر بثلاثة ألمانية يعني انت عم تحكي بوقتها صار الفوتبول عبارة عن شخصين عم يتسرعوا مع بعضهم وعبارة عن ناديين ريال مدريد وبرسلونو يتسرعوا مع بعضهم والدليل أنه بس دهر رونالدو من ريال مدريد ضعفت البوهدا وضعفت الموضوع الإعلاني شفنا أول مرة كمان متخب إسباني يعني في لعيب على الملعب في لعيب برسلونو ورعيب ريال مدريد مزبوط باليورو غريبة بالناديين هالأد كبار متخب إسبانيا لا يوجد لعيب من عنده مزبوط الآخر يورو ربحوا إسبانيا كان في كاب دي فيا بس من فيا ريال ضعير لأيصر ودعي كل غشلون ريال مدريد فأربي رأيي أنا معك حق لأنه صار صار شو بيصير لما بعدين بعدين ميسي ورونالدو ديريش دبار علوا المتطلبين صف اللاعب إذا ما بيوصل لهيدا المستوى يعني لا بيعتبر موهبة يعني اليوم نحن كل شيء عميسي ورونالدو عم نقوله أنه ما في موهبة يعني اليوم يعني فينيسيوس مثلا لو كان يعني شيل لو قبل مسي بتقول فينيسيوس بس ممن بعد مسي كل شيء عمل إيئي عادي سعر بنيسيوس عمل إيئي عادي عمبابي عملي إيئي عادي هالند ركور طبعه بتهديف شي خيالي يعني حتى بالنسبة لأنه ما أنه ما وصل بعد لأهداف كل سيان ورونالدو حتى بالنسبة لنجوم السبقين هشام قانه، نبارع نادييين قانيا تصريحه ان فنيسيس اذا كنت مفيد لكما يستعمل بفضلها الاستشعبة يدور الجائح لا يستطيع تستخدمها في البرازيل وركبيFranz Advodil فتصريحه استères seemed to be your master. من وانت وششى من هدر نجم ينجم بويد الانه بتن UAE beسرن رونالدينيو مثل معامل رونالدو مثل معامل ريفالدو. ريفالدو, أكيد. حتى هو كمان بدي لك شهر يعني. هل تشوف فين صار الفطبول؟ بمجرد ما يكون أفضل لعي برازيلة آخر 20 سنة. هو نيمر. نيمر؟ دام ريفالدو ورونالدو. نيمر؟ نيمر على الملعب أكتر مريكي. نعم. ليس نهكي اسمه نيمر. ليس نهكي اسمه نيمر. ليس نهكي اسمه نيمر. دام. إذا بتقرنوا برونالدو وريفالدو ورونالدينيو. منه قريب حق وليكي أشبه حاليها كانوا بوقتهم. اللي بدي أقوله أنه سمعت تصريح لرونالدينيو أصلا. رونالدينيو رفض مشاهدة أي مباراة للمنتخب البرازيلي. قال هايت منتخب وهيك مواهب وهيك ما بتمثل لبرازيل. يعني هو شو عم بقول. يعني أنتو بس أنتو في شي كتير كبير. البرازيل اللي هم بتقعد أم الكروية. هايت الكلمة كبيرة. يعني نظري يا رغم سر كتير اصلا عشرين سنة متل الاماركا بالسياسة. نظري يا رغم سنة بتطلع. يا بني تبهدل من نص نهاية سبعة واحد ما تق Centre. يعني ألا أنتحكم عن بكوبة أم الماركة صارت مبق مبق موجودة. من ألفين وتسعة أي بطولة صارت برة. لبرزيل. البرزيل طبعت قبل نص النهائة. يعني تم نذكر. هذا شيء ينطبق بمكاننا على ألمانيا بس. ألمانيا لا تقعد أم بكروية كمان. من الفرعة النهائية إنه شيء مقنع. هيدا له أسبابه. ألبه أسبابه باستثمارات الدول. الدول الصغرى بالرياضة وخصوصا بكرة القدم لأنه قادرة تعملها بروباجندا كتير كبيرة. بعطيك مثل صغير من سنوات قليلة أزربيجان. أزربيجان كانت سبونسر مين سبونسر لأتلاتيكو مادريد نادي أتلاتيكو مادريد لأنه من خلال كرة القدم حبت تجذب لأزربيجان العالم بسياحة. ولا بل إنها استثمرت بالأندي وبلشت تجيب لعبين أجانب وشاركت بشفنا باليوروبا ليج فرقة. فاليوم الأمر بيربط باستثمارات الدول الصغيرة اللي تطورت على صعيد كرة القدم وصارت عم تحرج الدول الكبيرة. إضافة لخروج عدد كبير من اللاعبين يعني من بعد قوانين الاتحاد الأوروبية وفتحت أوروبا على بعضها تغيرت كثير الأمور. وعرفنا أنه تدريجيا رح نوصل لهذا الموضوع اليوم لاعب مثل كفاراتس خاليا لاعب جورجي. كنا منتخيل أنه لاعب جورجي يكون نجم الدوري على الإيطالي. كنا منتخيل أنه لاعب جورجي يزوم البورتيغال ورونالدو ويوصل جورجيا لهذا الدور. جورجيا أول مرة كانت أهل على كأس أوروبا وقدرت توصل لأدوار الإقصائية. وفي كل اليورو ما كان فيه هك فريق هيدا لقمة سائغة. لا ما فيه. لا ما كان فيه. أسأوروبا أفضل بتأس العالم لهذا السبب. أنا برأيي فيه شغلتان. فيه هبوط بمستوى الفرق الكبيري وفيه صعود بمستوى الفرق الصغيري. مش بس. مش بس الصغار طلعوا الكبار نزلوا كمان فيه فيه هبوط. فيه متخدمة الكرواتيا يعني. نحن لا شك أنه شهدنا تغيير بكرة القدم بموضوع الأمم الكروية. من إذا بدك من أول الألفين لا هلأ. صعود فرنسا كأم كروية كبيرة. له علاقة بموضوع المهاجر الأسود بفورماسون فرنسية. يعني المهاجر الأفريقي بفورماسون فرنسية. فورماسون فرنسية عملت فورميل مجيك عملت شيء أمبلي. نحن نرى 8 لعيبة. فكرة أمي جاكاي اللي ألب الموزين. فكرة أمي جاكاي إذا بدك أن نستفيد من العنصر. وأنا برأيي وقلتها ديشان بلاعب رابيو لبيض رابيو وغريزمان. بس تاي أرنانداز. بس تكرمي الموضوع السياسي فرنسي. بس مشان ما يكون في أي صوت يميني يجي يقول له كيف 11 لعيب. وإلا هو المفروض 11 لعيب أسود. رابيو في أفضل منه وغريزمان في أفضل منه وجيرو في أفضل منه. وتاي أرنانداز في أفضل منه فرناندي تلارية. تلات لعيبة يلعبون فقط للتو. أنا برأيي هذا يلعبون فقط للتو. صعود فرنسا. صعود إنجلترا كأمي كروية لسبب وحيد. كمية المال اللي ينكبد بالبريمير ليج يعني. بما أنه أصبح عندهم الأقوى دورة بالعالم. كان من الطبيعة أنه اللاعبين الإنجليز بإحتكاكهم بأفضل اللاعبين العالم يطلع منه نجيل كثير كثير. يعني اليوم بإنجلترا. إنجلترا ليش ربحي لعولندا؟ ليش لأنه لأنه إنجلترا فريق فول أوف جيم تشينجر عندها نجوم. يعني عندها بأي لحظة هاري كين أو بلينجهام أو بوكايوساكا أو ديكلان رايس أو فيل فودن فيهم يعملوا إنجاز ويحط. على الورق يمكن الأفضل كان على الورق إنجلترا. طبعا على الورق. كأسماء إنجلترا فرنسا كان خيب وأداء إنجلترا مع أنه وصلت على فينا. أفتكر إنجلترا عملت شاط أول مع هولندا بكل البطول. بكل البطول معك. هذا أفضل. إنجلترا مش مفروض توصى إنجلترا تطلع دام سوباكيا. صح 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 صح. دام سوباكيا واحد سفر بتطلع برهان لو ما لو ما. لو ما شي خارق من بلينجهام بجعمل لك أنه عندهم كثير لعيبة ممكن يعملوا شي خارق بأي لحظة. فصعود أمم كروية جديدة وهبوط أمم كروية قديمة اللي نحن نعرفهم بالستانينات وبالتسعينات. عم بيعمل هيدا الشي اليوم من نوع بالتغير تغير بكرة القدم الأوروبية واضح إنه كمية المصاري أكتري يعني واضح بعد أنه متقدي مع كرة القدم الأمريكي. أكيد. إذا بتشوف مباراة كوبا أمريكا يعني مثل 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 مسابقات الأحياء يعني مثل مسابقات الأحياء. بعدين كندا بقلبه بعدين بيعزموا ناس إنه إنه بعدها وأوروبا غير محل. كرمال هاك لبرازيل لنرجع لها النقطة ما بقى إلى محل بكرة القدم الحديثة. يعني يمكن البعض يتفاجأ بس ما بقى فيك تلعب بفوضوية أمام منتخبات من ضبطة. منتخبات الصغيرة عم تعمل نتائج يعني جورجيا مع ويلي سانيول تركيا مع مونتلا هولي لا هولي لعبين مرأوا بباري ميونيخ وبروما بأندي كبيرة تعلموا. 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 إذا بتحضر منتخب لبرازيل تنصدم منتخب فوضوي ما في أدوار تكتيكية وفي واجبات كأنه لكل لاعب كل واحد يعمل ياللي بده ياه. بهيدا. كانت الفوضى الموجودة قبل بس كيفي مواهب. خير. كانت الفوضى الخلاقة. أنا براي. أنا براي. أنا براي. كان لما رونالدينيو يمسك كرة ويعمل فوضى الفوضى تعم بمنطقة جزاء الخصم بس لما كارلوس ألبرتو وماريو زاقالو إجوا نظموا. إذا بدك الفوضى. الفوضى كانت مواهب بفوضى. هادي مرحة الثمانينات وقتا برازيل ما أحرزت شي بس بالتسعينات كارلوس ألبرتو بريرا وماريو زاقالو. عشق العامة لعبادة تنظيم أجزاء برازيل. فقم براسل الانتحادية أطلع وفريق تدريب المشكلة في براسل ويمتائها. كانت تدريب المشكلة في براسل ويمتائها. براسل ويمتائها أراضي. أنا براي. كان إنا لنضموا فيها في أجنب على فابيو كابلو. أشترك بأجنب. أعين شهوو ولكنك كارلو أنشلوتي. كانت براسل ويمتائها في إطاليا. كانوا حتى مورينيو في فضر رمضانيس لأنه عندهم مشكلة وغارديون عندهم مشكلة العضوة بالكرة الخلال لما عندهم دربين وعرفين أنه هناك حاجة حين كامل وهيك مواهب لك في عندهم أهم مواهب عندهم أندريك في مباراة عطا فيها باس واحد صحيح هو الكرة البداية في كل الكرة البداية فقط لغير يعني كان حديث الصحاب مباراة أمام أردواي متخب ألمانيا متخصص أكثر بمتخب ألمانيا كان مقنع نسبة لألمانيا اللي عرفناها لإخل سنتين ثلاثة ومع تغيير المداربين مين عمل هالنقلة؟ ناجلسمان أو توني كروس أو شي تاني؟ لا هي ظروف كلها ظروف يعني إذا بتلاحظ متكاملة كانت يعني فينا نقول هيأوا الأجواء لأيوليان ناجلسمان لأنه ينجح الدليل أنه المباريات المهمة يلي ببدايت مشوار ناجلسمان كانت عم تلعب بألمانيا وحد منهم حضرته أنت هشام بالملعب مبارات ألمانيا، هولندا بفرانكفورت لين لعبت هالمباريات بألمانيا؟ أول شيء لإعادة الربط بين المنتخب والجمهور عشية كأس أوروبا أعطاء دفع للمنتخب الألماني أنه يقدر يستفيد من عمل الأرض والجمهور يحقق نتائج إيجابية أمام منتخبات كبيرة يلي ما كان عم يقدر يفوز عليها قبل بطولة أوروبا وعمو عم مدرب جديد عودة توني كروس من دون شك كانت مهمة جدا وحاسمة بهيدا الإطار لأنه قدر يبني تشكيلة حوله وعمل أرقام مخيفة صح إضافة للشعر يعني هو الشيء بشع للفتبول أنه يعتزل لعمل توني كروس بس كمان شيء حلو أنك مثل تزين الدين زيدان وعلى طريقة الكبار أنك تفلو أنت بالقمة مش تتبهدل يعني أنا برأيي كريسيان رونالدو تبهدل بكأس أوروبا صراحة سأصبح كريسيان رونالدو أصبح جشع ما بقى فتبول صار بص عم يفتش عن مدوكة أو رجل أعلنات لأصار أنه أصار يأخذ محل لعب أصغير بالأمر أفضل منه يمكن جوتا يكون أفضل منه للمنتقى وعم بيضيع فرص وعم بيصير ومثل بتحس اللي معه ما قالوا نعين ما يعطو أو بسدد البنالتي هو بسدد الركل الحرة هو يعني يعني رفت أنه كل شيء بديو يأخذه فاليومتا نجح للموضوع المانيا ناغلزفان بدو شك مدرب شاب عنده أفكار جيدة ظلم عندما طرد من بار ميونيخ والأمر ما كان إله علاقة بأداءه الفني لأنه شفنا من وراء البايرون من بعد ربح الدوري وأيضا رحلة بعيد بالشامبينز ديج إجا توماس طوخيل كان كارثي الأمر كان بيرطبت بصديقته اللي هي صحفية اللي صار فيه قلق ويصح فيه ببيلد صار فيه قلق عند البايرون أنه عم سير تسريبات لألة من خلاله لتشكيلة وإلى آخرها من الأمور يعني بس تشوف البوليتكس والسياسي اللي بقلب الأندية كمان قدامه ممكن تغير من مصار شخص بس الاتحاد الألماني كان شايف أن الناغلسمن هم دار مناسب برأي ألمانيا بهذه البطولة رجعت ورجعت بقوة حتى بعد اتزال توني كروس رح تبين بشكل جيد كانت سيئة ترحظ لأنه اجت بميلي مفتكر لو خسرت مع سويسرا كان أفضل كانت اجت بالجانب الأسهل لأنك أنت كمنتخب ألماني منك قادر تلعب على هاريتم العالي عدد مباريات متتالة ألمانيا إسبانيا حتى ألمانيا أنا برأي لو قطعت إسبانيا كانت حتخسر مع فرنسا منه جهز بعد المنتخب الألماني أن يلعب على هاريتم العالي خصوصا بوجود لاعبين مثل موسيالا وفيرتس واللاعبين الصغار يلي بعدهم بأول خطواتهم خلينا نقول على سعيد اكتساب الخبرة الدولية المنتخب الألماني ممكن يعني بأول كنا حكينا قبل وانا الشي بيشبه دائما دائما في مقارنة بين ألمانيا وبايل من أخوص صح بس أنه حتى ما بشوف إسبانيا عالي بالدفاع يعني أنا إسبانيا يمكن الأمر اللي بميزة عن ألمانيا كان القوة البدنية عند هالولاد خلينا نسميه الولاد صغار من لامين يامال لنيكو ويليامز لبادري اللاعبين الصغار يلي قادرين يلعبوا دور مزدوج على أرض الملعب يضغطوا على الخصم يستعيدوا الكرة كتير ريحوا دفاعهم هذا الأمر ما كان موجود عند المنتخب الألمان اللي أمنع في طوني كروس ولا دون دوغان قادرين يعملوا هذا الموضوع ألمانيا برأي لو قطعت إسبانيا وكانت استحق قطع إسبانيا أقله لركلة الجزاء غير المحتسبة وللأداء اللي قدموا المنتخب الألماني كان ممكن كتير تخرج مع فرنسا ولو أنه فرنسا بأسوأ حالاتها لأنه ذهنيا وبدنيا وتكتيكيا الألمان بعد ما عندهم المنظومة اللي بتخولهم يروحوا أبعد من هيك لكن بكأس العالم المقبل بفتكر رح يكون وضعا أفضل بكتير ما زال عم تحكي عن البنالتي يشام كمان كان في كتير مع الفار كان في كتير أخطاء تحكمية بهاليورو كأسة التحاد الأوروب ما بيقول في أخطاء أنا برأي أخطاء برأي أخطاء فاضحة المشكل المشكل أنه الفار يعني نوجد ليصحح استنسبية الحكام أصبح الفار استنسبة يعني أول شيء العودة للفار استنسبية لا بتعب حيما تب ترجع له يعني هو بيقرر برأسه حيما تب بكوكوريلا مثلا بطابة كوكوريلا طب ما نجع للفار وأنا معتقد أنه قال له أنه أنا شفته ضربت بييده لأنه عمل له أنه كان حدا من جماعة الفار يقول له أنه شفته وهو أنه أنا أخذت القرار أنه منا مقصودة أنه كله استنسبة بسيدي أنه أقل له مع اعتراض لعيبة يروح يشوف كله استنسبة باستنسبة مبارح مثلا كان ممكن بأي لحظة بماتش هولندا إنقاترا ما يرجع للفار بطابة هاريكان يعني هو ما حسب فنالتي كيفية ما يرجع للفار مثل ما صار بيكوكوريلا لو ما رجع للفار حتى حتى بطابة هاريكان الفار لا أعرف إذا قلوه دي رأيكم مش بنالتي مش بنالتي لأنه وضع ما وضع شي شعر انشاط الطابة بعدين صار ما أهدا باكتقوله حتى جاري نافل علا أنه فورمي أزا ديفندر ديس من أنت إذا ديس جريس يعني عارل لا في مدافع يريد يوقف إجراء من بعد بنشوط المهاجر وبالتالي كله صار تغيرت شي لو ما شاطوا بشوط يعني وبالتالي مش أنه أعاقه عن كلمة إعاقة دايما يعيق اللعن ما في إعاقة بالطابة جامي جاريجر بيقول كمان إنجليز ما بعرف شو صراحة يعني المعايير هل في متل بتاع شوائي بذكرني شوائي متل الموضوع البرلمان اللبناني دايما يصير إشيا بيقوله ما قالوا نص بقالوا نص هذا مثلا الإعلام الإلكتروني هلأ ما قالوا نص بوزارة الإعلام اجتهاد مثلا عم بحس إنه فيه إشا ما لنصوص يعني في إشا ما استنسبية بدي شي نهار بدي إسأل أو شو أقرأ مثلا إنون الفار إنون شو إنون عوضي للفار شو إنون احتساب شو إنون مين يعني هل حكام الفار إلهم رأي مثل حكم الساحة أو حكم الساحة له القرار النهائي ما أعرف إن ما أعرف إن الفار عن جد طبعا حسن من عدل القرارات طبعا حسن من عدل بس ما أعرف إذا كمان يعني إذا الفار يخطئ كمان إنسان يخطئ من ننسى الفار نحن نقول أخطأ إنسانية قبل ما كان في فار أخطأ إنسانية وعلى أساس يبرروا خطأ الحكم إنه خطأ إنسانية خيب سيرجب ماذا الفار كمان إنسان يأخذ القرار بس إبرا أبو عليك ماذا الفار من بعد الفار سيعود الأمر لإستنسبية الحكم وبالتالي الفار ما له طعم غير إنه إعادة تليفزيونية بس من شهر صوتوا بالدورة الإنجليزة من النسبة أن الحكم أنتني تيلغ اللي ظلم ألمانيا إنجليزة صوتوا على إلغاء الفار من شهر رابطة لأندي تتدور إنجليزي واتخذ قرار أنه يبقى الفار لأنه اليوم في الموسم الماضي وكمان توقفنا عند هذا الموضوع قبل كتير أنه أخطاء مرعبة بس فار بس فقط لغير بركلات جزاء بحالات مؤثرة بمباريات يعني غيرت نتائج المباريات فبفتكر اليوم البوليتيكس كمان بتدخل بهذا الموضوع يعني أنا دائما بسأل بموضوع أنه هيدا المباراة من شرينا هيدا المباراة أنا بقول لا بس بمحل معين من مصلحة كأس أوروبا تكون إنجلترا بالفاينل مش هولندا بكل 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 بساطة إنجلترا بحجمة بسوء بنجوم بأعلام أفضل بالنسبة ل البطولة أوروبا من هولندا من هولندا يلي ما عنده نجوم بعتبر أنا هلأ يلي ما عنده أعلام شي مرة سمعت صحيفة هولندية هاجمت مدريمية ما في تابلويد بهولندا مثل تابلويد بإنجلترا مثلا فاليوم حتى اليوم كنا نحن نحن يعني إذا ما يشعل حكا بلا يقرر إذا بنتي أو لا بحط برأسه بالأريار برأسه إنه شو بدي الصحافة الإنجليزية أم أحسب أو أنا نحن ألي إلي 30% يأخي أنا إذا في 10% بتأثر على قراره بتغير و بهاي المبارات بالذات قبل كانوا الإنجليز بعد ما عدل وصارو ثاني يعني بتعرف أنت معنويا شو بتأثر إنك ترجع بسكور من بعد ما فايت فيه باكرا شو بتأثر عليك بسكور ترجع على المبارات يعني لك لأشك أنه مستوى التحكيم بالبطولة يعني أول مش إنه مش إنه مش منيح مشكلته ما قالوا معيار يعني مش إنه ما عم نعرف يعني مثلا البنالتي اللي حسبت لألمانيا ضد الدنمر لمسة كوكوليلا أوضح بك يعني شو المعيار ما عم نفهم شو المعيار يعني أصبح التحكيم فاقد للمعيار أكتر ما هو سيء ولا جيد ما عم نعرف إذا فيه معيار واحد المعايير بالليل صلاحنا أنا عم بحضر إنه ما صدقت حسب كوكوليلا مصدق كوكوليلا مصدق يقل لك شغلة أساسية هو كوكوليلا وقت أخذ وقف على ساسنة وصفت نحن يصف لكوكوليلا حتى بيأنوا من عيونه بدل لك شغلة أساسية وما تفكر مش موجودة بأوروبا اللي نحن نتطلع لها إنه هي الأكثر خضارة والروح الرياضية والشعارات هاي الكبيرة في بلدان بحسب حجمة وإعلامة تظلم أو لا تظلم مثل ما بصير بأسيا أنا بأعطيك مثل صغير اليوم نحنا منتخب لبنان عنا مدرب من منتنجرو وكان قريب يتأهل مع منتخبه لكأس أوروبا الحالية فرق نقطة سربيا والمجر عبروا على حسابه بأحدى المباريات كان عام ينظلم المنتخب اللبناني وتعرف أنا مسئولة علامة بالمنتخب بكون موجود على البانش أنا كنت عام باستغرب اللي ليه مستغرب منتنجرو نفس الشي بأوروبا لأن بلد صغير فالحكام ما عنده المشكلة يصوفروا ضدك لأنه إذا تهجمت لا عندك جمهور لا عندك صحافي إذا تهجمت من مية رح تتهجم من أربع مليون نسمة خمس مليون نسمة هولندا عدد سكانها يعني اليوم في أكيد معايير موجودة ببال الحكم أنه وبيبين لك يعني أنه بظلم أو ما بظلم أو بتعطف معايد الفريق أو بخاف صفر هون أو ما صفر هون وبيتبين بعد سنوات يا ما تبين بحالات يا حكم مرتشي يا حكم فاسد يا حكم فعلا تعمد ينتقم من حدا فيه قصص أنت دور الإطالة دور الإطالة هزته فضيحة حتى بإنجلترا وألمانيا الحكم روبرت هويتزر وفضيحته الشهيرة أصلا فما تستبقى شي لازا شو معايير عودة الحكم أصلا مبارم حكم اللي حكم مباراة 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 موقوف ستة شهر قبل بتهمة رشوة بماتش دورتموند بماتش كان في موجود في بلنغام عم تحكي عن حكم موقوف ستة شهر بتهمة رشوة إن هذا صراحة هذا هذا موضوع لبناني إنه واحد يوقف ستة شهر لمدة رشوة لرشوة حكم يعود إلى حكم نص نهاية نص نهاية مجر تورنمانت إنه بابا عرف عن جد قدت لك فقد أكتر ما هي منيح ولا ما منيح هو فقدان المعايير وشو المعايير الواحد إنت اليوم لما بدك تعمل إنه يكون في ديرتي جوب ما ترح معي أن تبعط حدا علي ما بتبعط حدا آدمي صراح إذا حكم مرتش قبل ورجع نحط حكم على نص نهاية كأس أوروبا في كارسي بالاتحاد لأوروبا صراح حينا هيدا نظرية مؤامرة بالنسبة لي بس ما في شي يعني ما في شي أنا ما بستبهت شي ما بستبهت شي ما شفنا يعني مدربين تقلقوا كثير حتى من تقبل وصل الفنال صوت جيت يعني إنت لا إذا بشوف على الورق ضبطة وانتتر رائع هاتلا وكان خيب هاتلا نسمي نسمي لك كان مطردو من برشلونة مرتينازو مطرود من كل الأندية الذي ص lunch مرت Shelby مدرب بلجيكا بلجيكا البطولة بلجيكا لا بارتغال برضو بارتغال كان بلجيكا كان بلجيكا بلجيكا برسيلازو كل المدربين مدربين مطردين من أندي أنا بتلك شعل التدريب للاسطنا يصبح نوع من تقاعد لي نوع من تقاعد بس هاتلا أنه أنا بعد كل السrew عندي كمونات ناجل سمان ما قبل يروع باي المنوخ نو أريح له طبعا ضغوط أقل شغل أقل بعدين بيستلي منتخب فاشد يعني ما حدا رايح يحسبه لا ناجل سمان بأفاد أنا بالله بالنسبة له التحدي كان مثير يعني عنده عنده منتخب ألمانيا بيتراجع وعن بيكل خمسة واحد من اليابان ودي وعن بيتبقدل بس ما علي ضغط كان الموجود بباير لأنه لأنه ما علي ضغط لأنه عنده مدرع يشيله يعني بيعتاده أنه شوية شغل كان حيحسن من شوية شايف ما وحقا هذا ما حصل أنا لتلك أنه ربع نهاية كومبيرنج لدور أول على اثنين مجر تون من سورة بعض يعني الزلم يبلش وتبي وأنا برأي كان أفضل من إسبانيا ولو تخطأ أنا أنا يعني بعيسك الرأي لو تخطأ إسبانيا وصل لأفادا أنا أفضل ممكن ممكن كان يصل لأفادا كان يصل لأفادا يعني الناجلزمان برأي يمكن المدرب الوحيد بين كل المدربين اللي ممكن يدرب نادئ البقية كل هون هن المدربين متقاعدين من أندي جايين يدربوا يعني التاوس كيت تالا بترك مين بيخدور مين بيخدور حتى إيطاليا دي الشام حتى بيخدوه الشائخة كاس عالم وعمل في ناد يورو ما حنا بيخدوه وغريب أنه راح يعني أنا توقع أنه يتغير الشام بعد البطولة باقي ما بيقدر يطلع من دي الشام كمان قصة بوليتكس بفرنسا يعني حكي هشام عن موضوع اللاعبين السمر واللاعبين البيت بالمنتخب الفرنسي كمان موضوع وجود دي الشام هو لتنفيذ أجندة معينة على على هيدا الصعيد إيش هالتوازن أكيد أكيد مدرب جيد ومتازل دليل عنده عقد للأس عالم يعني عنده خطة عمل مع المنتخب أو الاتحاد الفرنسي محددة وللأفان وستة عشرين متفقين شو ما كانت النتائج ما ما بين شال دي دي الشام أنا بشوف كمان أنه تغير الشام بفتكر كان بيرجع بيرجعك روح بس بس بتكون بس خليحكي بصراحة بسمين بفراب مزيدان ما أكيد ما بدي داري بالمنتخب أنا أقول لك زيدان أكيد ما زيدان بس يقاله ناطر المنتخب كرمان هيك ما أبل ولا نهي أنا برأي زيدان ناطر استفقى صفقة حلم مع شنادة يعني لأنه زيدان عامل باركور مع ريال مدريد بيخول حيالله نادي يستمنى ياخد زيدان يعني بمئات ملايين الدولارات ما بعتقد زيدان رح يروح يقبط ست سبع مليون يورو بالسنة ويقعد بالمنتخب الفرنسي وينطر الفرندلي من ماتش لماتش ويجع ينطر كاس العالم يعني أنا برأي دي الشام بقي لغياب البداية فقط لغياب هو إضافة لأنه دي الشام هو يعني شخصية عامة بفرنسا يعني 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 كابتن فرنسا قبل رفع كأس العالم وكأس أوروبا معه رفعه طبعا معه الفرنسيين إضافة لحضوره الاجتماعي وصداقته مكرون صديقه صحيح وصداقاته السياسية زلمة قوي من الآخر ما بينشال إلا إذا هو يقرر يفل وعقده للـ 2026 بعد نهاية كأس العالم فأفتكر أنه بعد هالمرحلة حيكون تغير شو ما كانت النتيجة هو حتى حيفل لأنه هالمرة فعلا شعر بالضغوط لدرجة آل وصرح بعض المبارات الأخيرة أمام إسبانيا أنه يتحمل المسئولية عن خروج المنتخب الفرنسي وهذا أمر منه بسيط أبدا مدرب بحجم دي الشام ربحان كأس عالم ومدرب بحجم دي الشام كأسم كمان كلاعب وكمان حوله النجوم كله يضغط حاله قدامهم ويصغر قدامهم بهذاك تصريح ويقول أنا بتحمل المسئولية دي الشام خروجه هلأ بالنص نهاية كاس أوروبا إنه ما بيعمل على رأي عام ضغطي في خليفة أو شيء دي الشام خد معركة استبعادة بنزامة ضد كل الشعب الفرنسي وكان وراء الابتحاد وراء الحكومة وراء كل الناس كان بنزامة أفضل لعب فرنسا استبعدوا عن البطولة اللي جاب فيها بنزامة استجاب فيها تطلعوا من سويسرا من دور يعني وإجعلهم لايكو هيدا بنزامة بالمنتخاب هالقد بيعمل هالقد بيعمل يعني ما يعني يعني دي الشام راسخ الرسين طبعوله قوية جذوره بالاتحاد عم نحكي بمسي رونالدو كان وينتظر من مبابي يكون يعني القريب منهم إجت هاليورو كانت الخيبة الأكبر لأكبر أبس ما بدنا ننسى كمان شغلة أنه بعمر مبابي ماسي ورونالدو ما قدروا يعملوا شيء لمنتخباتهم شغلتين حتى كأس أوروبا ما في اللي ربحوا البرتجال ما في يعطي كردت كامل لرونالدو على الفوز فيها ولا كأس العالم الماضي لأنه عملوا شغل لعبيل أرجنتين حول ميسي لك أنا بسبب شغلتين عملوا إنجازاتهم على السعيد الدولة بفتكر اللي عملوا هل على السعيد الدولة بكأس العالم تحديدا كان شي كبير بس أكيد أكيد أنه قادر يعطي أكتر والمستقبل قدامه أمبابي عنده سببين وأسبابه مش مش تقنية يعني مش أسبابك رويه في سببين أو أنا برأي شو بقوله جسمانيا هو بألمانيا بس ذهنيا هو بس سنتياجو قرد يعني هو ذهنيا صار بريال مدريد صح مش من هلأ من نهاية الموسم الفرنسي أنت ما تشوف مستوى بنهاية الموسم الفرنسي كان مستوى سيء جدا وبالتالي هو بس سيتوقع مع الريال أو بس بلش تطلع الخبرية أصبح كل تركيزه كيف يبلش مسيرته مع الريال وأنا برأيي بدوا يروح على الفرصة بكير وبدوا يعمل الفترة التدريبية التحضرية على بكير ليفوت على مستوى على الليجة أنا الأمبراطور شغلة تانية أنا برأيي في ناس وهي بتصير دائما أنتم ما تنسوا يا جماعة أنه داش إنه بابي بعمره فقدان الحافز مع المنتخب يعني شي مفهوم هيدا زالة ما عامل كاس العالم على التسعة عشر أخي كاس العالم أورادي على التسعة عشر هيدا عامل فاين الكاس عالم ثاني وحاطت فيه هاترك يعني حاطت ثلاث أهد يعني بتأني أصبح يوروب يعني أنا شايف أنا شفت كتير عنده فقدان حافز وواضح من الملعب أنه في فقدان حافز أنا خايف على حاله كتير يعني خايف ينصاب وشغلة تانية بيمان أنه راسه بالسانتياجو كبير لك أنا أبدو ينصاب باليورو ما عام يحتاج بمبارات إسبانيا ما كان عام يحتاج مش كرمال الإصابة بالأنف ما عام يحتاج بأي التحام عام جارب يوروب منه ما بدو ينصاب ما بدو ينصاب وواضح كان الموضوع منه أجرسف على أرض الملعب منتخب مثل فرنسا بهل قد طلع بها عدد أهداف يعني غريب مع وجود مع وجوده وجود كل كريزمند، جيروك، كل الأسامي الهجومية ماركيس تورام، كولوم وانام صح لأنه لأنه لك حلقة الشام أسلوبه ليس للأدد هجومي تنبلج من هنا ومبابي كان بأسوأ مستوى له يعني غياب أنا بريئ أنه يوجد للأهداف تأتي من أكثر أنا مش بتفاجأ من خروج فرنسا صراحة يعني بأنه أول يعني ما تنصح لقبل ماتش إسبانيا لقبل ماتش إسبانيا فرنسا مسجل ثلاث أهداف أثنين عكسية أول هدف كان إليه ضد إسبانيا من اللعب المفلوح فرنسا خرجت من بحض فرنسا ممكن تكون عبد تشارك ورائيا تشارك بمنتخبان يعني وحتيات وحتيات فرنسا في لعبين المستدعيهون فرنسا اللعبين المستدعيهون بيربحوا على حيالة فريبة أوروبا فرنسا أهم أميكو عملك أنا لأي آخر فرنسا بغير محل فرنسا عندها منتخبات الملعب، منتخبات الاحتياط كما فينجا منه أساسي كما فينجا أهم ملاعب في ريال مدريد بنو أساسي كومان وغيره وغيره كأنتاج كبروداكشن لعبين الأفضل أكيد الأكاديميات الفرنسية يعني حاليا بدراسة أنه الأكثر تصديرا لعبين للعالم هن الفرنسيين يعني حتى تخطوا تخطوا البرازيلية تخطوا البرازيلية ويعني بموضوع المهاجرين تحديدا المستقبل لقلون يعني اليوم من شاي المنتخب إسبانيا للصراحة مهاجرين نيكو ويليامس ولمين يامال ولمانيا حتى أفضل ما مين شاي المنتخب ألمانيا الجمال موسيالا مزبوط أولا جمال وغندوغان ومين شاي المنتخب فرنسا المهاجرين يعني اليوم لنكون سرع المنتخب السويسرا لا يوجد لاعب أفضل لاعب منتخب فرنسا أفضل لاعب منتخب سويسرا أكانجي حتى مستقبل لقلون ومثل ما قال لك يشام تجمع الأول بدانية تبع اللاعب الأسمر بينضج وتغذية فكر تكتيكي فني يعني ثقفه رياضيا وكرويا حتشوف نتيجة مبهرة بكل الرياضات عم نحكي هذا الموضوع موجود إننا نطلع لا بالأميئي سوف أكمل حوارنا ولكن نتوقف مع السراحة مع الإعلان منتبع بعد بيروت اليوم موسيقى 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 متبع الحلقة الخاصة من بيروت اليوم مع الزميلين هشام حداد وشرب الكريم كمانها البطولة هي الأخيرة لعدد كبير من اللعبين ما بقى رح نشوفهم ببطولات بيري رونالدو على رأسه موسيقى موسيقى ناير مولر وأسماء مودريتش أنا بصراع قلت حمد الله مش عن المزح حمد الله نحن بحاجة لأسام جديد نحن تعبنا يعني شوية من نفس الأسماء بعدين كاريير لعيب الفتبول صغت كتير طويلة في سابل لعب تلاتين سنة لعيب الفتبول يعني عمره بالالأربعينات كريسيانو إسبانيا عنده أصغر لعب وأكبر لعب بيبلش وصار بيبلش لستة عاش وبيعتزل على الأربعين ها اكترنتي عام يعصرون لمسي وكريسيانو تطلعوا بعض أرباح وهذا أمر واضح من خلال انتقال كريسيانو إلى سعودية أو انتقال مسي إلى الأولئية المتحدة الأمريكية بس إنه مدريتش إنه بخلفة برجوع بروح عم TEAM كان عنده السنتان غنائق بعد عنده البعض بخلق بكرة بيسعد الدور الصيني بيخلي سعودي بلعب الصين يعمل له أرشان يعمل له مثل واحد أنجات يعني نحن بحي يعني شوية لك تعرف شوية مثل الموضوع الفنان كمين يتلعب لك مثلا اليوم بلبنان مثلا واقعي كفوري عاصل ثلاثين أربعين سنة يتلعب لك تلع فنان جديد مثلا خي يتلعب لك تلعب لعب جديد مش معقول نفس اللعبة أنه مودريج أنا مودريج ستلعبين عشر سين مع ريال عمل له سبع سين مع معطاة نعم يعني يعني خلص بأخر شي بدنا لعيب جديد في لعيب عبي فيل بالكم بس في لعيب عبي فيل مودريج مودريج كمان 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 مودريج مودريج جدد مع الريال محيلا بعد سنة سنة خيمتل معان ما بقى مش باين ما بقي لعيب عارك عطيه للمجال لغيرك عطيه خلي الناشئين تطلع خلينا شوف لعيب جديد نرجع نبني مدارس كروية من أول وشديد شوف لعيب جديد لو اليوم رونالدو مع ريالي كان احتياط بعدين بيحطوا لو بقي بيحطوا اللعيب الناشئين هؤلاء اللي بيلعبوا كتير مبقى يعتصدوا بيحطون سيد بن ناطر ما عنده محل مين ماله محل بدك تشوف شغلي كمان مهم اليوم هلأ حتصير تلاحظة بالمراحل المقبلة بما أنه ماسي بأمريكا وكريستيانو بالسعودية وخصوصا إذا خسر ماسي نهاي كوبا أمريكا هلأ حتبلش تشوف أنه الإعلام بلش يحكي عن نهاية عصر ماسي ورونالدو وبيحطوا سبوتلايتس على لعيبة تانين بحطوا سبوتلايت سمكن على لعيبة ما أنه سوبرستار بحجم ماسي ورونالدو يعني حتى سبوتلايت عام بيلينجهام أوكي بيلينجهام ممتاز بس أنه مش للدرجة اللييني لأنه حبين يدفشوا بلعيبة يقربون من قسطورة رونالدو يعني اليوم بيلينجهام أكيد لعب جيد بس أنا مني واثق أنه بيلينجهام رح يقدر يعطي لمواسم مقبلة خصوصا بمركزه يلي عنده متطلبات بدنية رهيبة فيه يقدر يعطي بنفس الانتاجية اللي عطاه هيدا الموسم أصلا موسم خرافة هنا ريال مدريد ما كانوا متوعين أنه بيلينجهام ولا هو كان عاط يعني كل شي عملوا بألمانيا عملوا بموسم واحد ما بإسبانيا ما بحكي على سعيد الألقاب عم بحكي على سعيد الأرقام إن كان تسجيلا أو تمريرا كان عم ينافس على لقب الهداف وعم يلعب بمركز مش بمركزه بس اليوم أنت لما تتطلع على على بيلينجهام شو مطلوب منه بأرض الملعب تلاقي أنه بيلينجهام أنا أكيد ما رح يقدر يكون بعد ثلاث مواسم مثل ما هو هلأ حتى لم يلي يامال أوكي عم يسحرنا هلأ عم يبهرنا لعب لأن بس عمره 16 بس بعمر العشرين ويمال هلأ بأداءه هلأ عمره 25 ما بينحط على سبوت لاتيك وست عشر وانه بيصير على الخمسة وعشرين هدي أكيد لك لامين يامال لا شكله مشروع نجمة كبيرة أنا برأي لامين يامال ميسي جديد أو بكير لك ما في محف ما في ميسي من هلأ مئة سنة ما في ميسي ما في ميسيجي أنا شوفتك أنا من بحب الأرجنطين مطيل الأرجنطين بس ميسي ورونالدو أكيد موهب الفطرية الموهب ميسي ميسي رونالدو اللعيب اللي اتعمر صنع صنع يعني اتعمر نسقل جيم صناعة بدنية ميسي 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 خلق هيك خلق هيك هي خلقت موهبته في مشكل يوم رح تلاقي ما بيشي بتمسي بقى يامال يامال قريب من من ميسي بالموهب الفطرية يلي يلي عنده إياها بس وين سرعت ميسي وين سرعت يامال بس بدك شوف كمان قديم حتى حتى قول يامال ما برده في حظ كمان لأ هلا القول يا مال حلوه هو مش بس القول هي قصة الجراء نعم عمر 16 سنة تاخد تجرأ تاخد ديسيجن نكتشوت من برات الكاري على مينيون وما انه يعني في في بدي إليك شغل كمان قصة الكاركتار ايه صح صح هو ها رب يتبعه بي برسل يعني انت تتذكر وينجي انه وقت عمر 16 سنة الكاركتار يعني نحكي بي تمي بالمية لو انحنا أنا وقت عمر 16 سنة ما كتستحق حكي مع بنا صح 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 سير تيميد شخص كتير كان بمطرح معين ماسي عندو طرف توração موحفةe انا certainly relationship withy ثلاث مرات ما بيعمل آي كونتاكت ماسي معك قد ما هو بيستحي وخجول فهيدا الشخص اللي كان منطوي على نفسه ساعدوا الأمر إنه ما هو كان يروح على الإعلام يهرب من هيدا الضغوط الألمية ولو بشكل غير مباشر ساعدوا هيدا الموضوع يعني بقي مع زوجته اللي هي هلأ منه هني وأطفال وتزواج يعني حياته كانت مستقرة وكانت كتير بين مزدوجان بسيطة ومتواضعة خلتوا كل تركيزه ينصب على الفوتبول على ملعب التمارين وملعب المباريات فقط لغير بدك تشوف لامين يامال إذا رح يروح بالإطار اليوم لامين يامال صار إمه باي ومشهورين وخيه البيبي مشهور مثله عد ما فيه سبوتلايتس عم ترحل إذا قدر يتعامل مع الضغوط بشكل صحيح بيوصل لحجب ميسي ورونالدو بيقدر يعمل نجم كبير لأنه الكواليتي اللي عنده يعمل رونالدينيو دمرت الضغوط فيه رونالدينيو وقدريانو فيه عندك جويسز وانتهى عثلاثين وعثلاثين وعثلاثين ومع كل موهبته موهبته بعتقدت قد موهب يتمسي يعني رونالدينيو الوحيد بركيه كموهبة كان قريب من موهب يتمسي دمروا السهر والشرب والنساء وكل هذا الموضوع أدريانو كمان أدريانو بس هو الحياة لعبين برازيليين اليوم إنت لما تطلع من الفقر من الفقر الكارثي للشهرة ومسي كيف يريد كمان بدك تعيش حياتك طبيعته 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 العائلة حوله لمسي يعني باية وأمه كانوا دايماً حدوا من هو وصغير كان عنده مشكلة بالنمو فكانوا أهله حولوا لأنه عم بيعالجوه ينتبهوله بالملعب ينتبهوله وينما يروح فموضوع ميسي مغاير كلياً يعني ما بيشبه أي قصة تانية فاليوم بحدد كاركتير اللاعب وبيئة اللاعب إذا ممكن يصير نجم كبير أو لا يعني ما حدا بيختلف مثل مقال الشام على إمكانيات رونالدينيو اللي بيقدر يعمله رونالدينيو كان ما حدا بيقدر يعمله حتى في قصة يعني ما ننسى يعني هو لما ماسي سجل أول هدف بعد برشلون كان رونالدينيو عم يهدي الهدف يعني هو كان عم يشجعه حتى بكتير من المباريات قدر يساعد حتى بصناعة ماسي رونالدينيو قصة كتير كبيرة بس مثل ما حكينا الظروف والبيئة المحيطة فيه ونشأته ووصوله الى الشهرة والنجومية انا اخشي صراعا يسهر بلبنان وقارب الدنيا حتى إذا ما نشوف أداء اللعبين الأداء اللعبين الأدم ومسا ويمكن ثابت بكل البطولة إن منهم مهاجمين يعني ما شفنا رأس حربي يعني تميز كتير لا لا هي صراحة بطولة حراس يعني الأفضل مسجل بإسبانيا داني أولمو البيلعب لايك لا يوجد مهاجمين بالعالة هي بطولة حراس وبطولة أكثر الأهم مركز أهم مركز هو خط الوسط الدفاعي بوكس 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 بإنجلترا كان أهم لاعب في فرنسا أهم لاعب في هولندا في أنت شكرا كان أفضل هجل لقيا متحمس وخط الوسط الدفاع كان أهم مركز أوهنانا ببلجيا كان جيد جدا فيتينيا 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 فيفابيان رويز ما هو اسمه؟ نونو، ببرتغال، نسيت ما هو اسمه. كمان خط وسط المدافع. وحراس، وبعض المدافعين. مهاجمين أي ما كان فيه؟ أكثر، أكثر لحيب حتى ثلاث أهداف. يعني أيام، وعلا، نحن نتبه، نحن بعصر صار هدف أور الدوري بيعمل لخمسة وأربعين جول. من زمان، وقت كان هدف دوري بعشرين جول، كانت الماجورتونا مستخلص بثمان أهداف، سبع أهداف. هناك أزمة على صعيد إجاد رأس حربي لعب تسعب بالعالم، يعني أنت اليوم بتقول في هلند وفي كين. ليفاندوفسكي على آخر. ليفاندوفسكي خلص. يعني ريال مدريد لعب موسم كامر، ربح دوري أبطال أوروبا، بلالة حربي. خوسيلو كان ينزل احتياطي، يعني. فاليوم في مشكلة على هيدا الصعيد بالعالم، بالعالم ككل الفورماسيوني اللي عم تنعمل، عم تركز متل ما قال هشام على مراكز تقدر تلقي لك البالنس، مهما كانت الظروف الفريق اليوم لا يختلف إثنان إنه ريال مدريد حيكون بالموسم المقبل غير هلأ بغياب توني كروس. يعني اللي كان عم يقدر هو بيعمل الكمبيوتر الفريق. يعني بيستلم الكرة هو بيقرر. والتمرير بين خطوط. والباس من أقصى الشمال لأقصى اليمين. تمرير بين خطوط. يعني بيقرر. يعني كان يعطي الباس هو أقصى الشمال لأكثر. هو بيقرر وجهة اللعب. يعني. أهم ما في جن أنا برأي. يعني مش معقول هالمركز وحساسة. أفضل لعيب بيقش على الملعب. أنا برأيك كروس أفضل لعيب ألماني من لوتر ماتي أستهلق. ما في يعني بلق وسامر وكلهم ما بيصلوا لكروس. كروس عظيم. كروس أسطورة يعني. منتخب الإيطالي. كمان لكن عم نحكي إنه فيك فرق غيب. قط إيطاليا اللي كانت أسطورة. إيطاليا غيبت كأمي كمان. بس إيطاليا إيطاليا أنا برأي. إيطاليا غائب الزمان. أنا برأيك تنسوها. حتى لا ما في مواهب جديدة. لا في مواهب جديدة. بعدين ما بقى في دورة. ما بقى في مصاري. تتذكر إحنا عيامنا الدورة الإيطالية. صح صح صح. جنة كرة القدم. يقول يعني واحد يروح على دورة الإيطالية يعني. يعني كيف إنجلترا هلا. ما بقى في دورة. فضيحة الفضائح التحكيم والرشوة. الفساد الرياضي. غياب المواهب غياب المواهب. غياب المواهب كله علاءه كمان بغياب كرة القدم الأحياء. بعدين يعطي إيمان اللاعب الإيطالي بدورة إيطالية. يعني ما بقى هالحلم الكبير. وبالتالي صار الشاب الإيطالي. ما عنده هالهم إنه خليني إتمرنا الولاد إنه يصير بالدورة إيطالية. مانه حلم حياته يعني. ولا في لاعيبة إيطاليين. ولا في علمانيا أو إسبانيا. ولا في آدلس فقط. هي اليوم بسان اليوم أكيد. أكيد اليوم. هلأ اليوم نحن نشوفي بلبنان نحن بمين كله طاير على الباسكت صغير كلهم بيصيروا العرق وقبل اليم شانتف وفايد الخطيب هلأ في لعيبة بالارجنتين كلهم عبروا يكونوا ميسي في لعيبة بإنجلترا كلهم عبروا يكونوا بالنجام من الولاد بإيطاليا من عبروا يكونوا إيطاليا من السنوات منتعين يعني غيابة عن كأسين للعالم تتعرف أنه هاي اليورو أفضل من اليورو لقبلة اليورو لقبلة ربحطوا إيطاليا ويتالتي كانت بمجموعاتها وربحت بوينبلي على إنجلترا بالمنالتز يعني لازم يشتبوها من التاريخ هذه البطولة بس تتعرف أنه إيطاليا منتهي كأمي مش من هلأ من زمان اليوم عم نحكي عن لعبين ولدوا بفرنسا من أبناء المهجرين ولعبوا مع فرنسا نفس الأمر بالنسبة لألمانيا إيطاليا عم تجنس إيطاليا جنست تياغو موتا إذا بتتذكروا برازيلي جنست جورجينيو هلأ برازيلي جنست لاعب أرجنتيني يلي لاعب هلأ معهم بكأس أوروبا المهاجم تبعهم أرجنتيني أرجنتيني مكان لعبان بإيطاليا بحياته جنس الأصوله إيطالية جنسو تيلعبوه معهم بالمنتخب بكأس أوروبا وأمانو له عقد مع بولونيا يجي لعب الدوري الإيطالي أنجيلو أقبونا قبل نيجيري جنس يعني إيطاليا صارت تجنس تخيلوا أنه إيطاليا عم تجنس لأما عم تلاقي لعبين تلاقي لعبين تقدر تعمل من خلاله منتخب كمين كرواتيا أنتك محل التهبي كرواتيا كرواتيا ليس غير مشكلة إيطاليا كرواتيا تجا جيل برافا وهذا بايدو بيصير بكل المنتخبات هولندا غابت عن 2016 و2018 لأنه روبين بامبيرس سنايدر اعتزلوا مع بعضهم دائما في ترانزيش بيصير في ترانزيش كرواتيا أريد تقطع فيها يعني بين أصلا بين جيل بروزيناكي ودابور سكر وجيل مودريتش وباريزيتش وفي كان فراغ كمين هلأ جيلون ذهبة بلش يخلص شي طبيعي بس بس باتي كرواتيا يعني حلق الكرواتيا غير عن إيطاليا كرواتيا لعيبة موهوبين ورخاصة الأنذية الأوروبية سو بروح بيستكشفوا عن لعب بكرواتيا وبيجبون شوية كرواتيا بتشبه بهذا الموضوع السويد يعني لأنه بروحوا بيستكشف بعمل سكاوتنج لعيبة كواليتي جيدة بأرخاص وبيصيروا بيجبون وبيطلع منه اللاعبين جيدين فبعتقد هلأ لح تغيب كرواتيا كرواتيا خرج من الدور الأول كيس العالم يمكن تخرج من الدول الأدوار الأولى كمين أو يمكن ما تتأهل أو يمكن بسير عنده ولكن كرواتيا تعود إيطاليا واضح أنه عنده مشكل على مده جداً طويل على مده جداً جداً طويل مش أنه ما أنه مشكل أبو سنتين وثلاثين وثلاثين منه ترانيزيش وخصوصاً إيطاليا مطالبة دايماً مش مش كروات إيطاليا بأي بطولة مطالبة إيطاليا من حملت اللقب عم تحكي واحد من البلدان الخمس الكبرى بأوروبا على صعيد البطولات الأوروبية وبالتالي إيطاليا دايماً مطالبة هذا الضغوط كماماً يعني تخيل إيطاليا بكأس أوروبا مين نجمة الأول؟ المدرب سبالتي هو أهم كلاقة بكيازة يعني كيازة ما أصبح وحتى ما تنمشي كان منصاب وعمل أرباط صليبة وبعيد عن الملاقب بس تخيل أهم أسم بمنتخب إيطاليا هلأ هو المدرب لوتشانوس بالتي بس لعملهم غير مدري نحن نحكي عن الدربين يمكن الدربين اللي برزوا شوي دربين فرق صغيرة التركية النمسا يعني الشويسرا يعني الفرق اللي كمان مش متظر مننا كتير هنالشوصاً نمسا بصراحة لدور للمدرب أكبر رال فرانجنين كان دائما في تشكيك أنه هو مدير رياضي أكتر من أنه هو مدرب لا أظهر مع النمسا أنه قادر يعمل سيستم ما ننسى فاز على هولندا قدر يتصدر مجموع اللي فيها هولندا وفرنسا منه أمر بسيط منه أمر عابر تركيا كان أفضل من تركيا صح كان أفضل من تركيا وخرج أحياناً تفاصيل صغيرة بالمباريات تلعب دورة توقعاتكم للفاينل توقعات توقعاتي للفاينل توقعات تمانيات بيختلف عندي حساس أنه الإنجليز رح يعملوا عندي حساس أنه التانية سابتة وأنه يعني الإسبان بلشوا بالأدوار النهائية الصغار يمكن ما يتحملوا ضغط المبارات النهائية يعني خبرة الإنجليز يمكن تعطيهنا أج بس توقع على الوقت القصي يكون تعادل ما بتخيل فيه فائز بلوقت القصي بس بالوقت الإضافة مبارف بس في شي عند الإسبان كمان ما رغز يلاحظون فيه اندفاع عندهم مش موجود بغير فيه تفاهم مش طبيعي أول شيء يعني بيحتفلوا بالقول يعني بيزدوا بالاحتفال بالقول عندهم حتى بس يكونوا الاحتياط أكتر احتياط عم يتفاعل مع الولاد لأنه 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 عندهم مجموعة مراهقين يعني صح عندهم الانرجي كبير 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 يعني عم بفضل الانجي تبعوهم على أرض الملعب بيخانوا عجل طابي بيشكل مطيف صح على الأوت بيشارعوا مع الحكم يعني شفت قبل ما يصفر الحكم نهاية مبارات مع فرنسا كالو رح سيروا بقلب الملعب كل اللعبين تخرجوا عن البانشتار يرجعون ديلا فوانت المدرب أنا توقعتي بتفوز إسبانيا بس أمنيت تفوز إنجلترا ليه لسبب بسيط إنما تصير إسبانيا أفضل أمك وروي بأوروبا تتخطى ألمانيا بعدد الألقاب يعني كنت حتى بتخطى فوز الفرنسا على حسن بس بعضكم بكس العالم متفوقين إيه بس بأوروبا يعني إسبانيا ألمانيا أكيد أعظم دولة أعظم أمك وروي وأولمبية أكيد إذا ما نحطي جوائز لحنا يلحقها بالدواء أعتراف كبير إذا ما نحطي جوائز أفضل لعب البطولي صعب كتير بس أفضل لعب أفضل لعب البطولي هي المشكلة إنه ما بعرف إذا ما في حدا أنا بعطي أفضل لعب البطولي ل نيكو ويليامس وفي يكون نيكو ويليامس وفي يكون الإمباكت طبعا عرض الملعب مخيف يمكن ما كتار عم بلاحظه بس الأمر لا يرتبط بلاعب بسجل أو بمرر على طول كرة حاسمة إنما بالدور يلي بلعبوا أرض ملعب بمساعدة الفريق كمجموعة عم شوفوا ظاهير أي صار بخير طابة صح أنا بشوف نيكو ويليامس هو حاليا أفضل لعب إذا ما أنا ناخد من منتخب من منتخب إسبانيا في حال فوزه بس دقي كبشكل عام أفضل لعب كنسستنسي يعني برأي أفضل يعني كل واحد لعب كل البطول وصل على الفنال ديكلن ريس يعني من اللعيب اللي لعبوا كل المنشاتر منيحة ووصل على الفنال يمكن دوره مش كتير بيبين زل عم بيشاهد زندها مجهور بسهد فرق فتبول كتير بيحيد الدورة بالزيت بيحيد الدورة بالزيت بدي روح أفضل لعب لهيك نوع لعبين لأنه يعني يعني مش يعني كلها أساليبتك كلها مباراة تكتيكية فلاعب تكتيكي هو بعتقد لو جاتبو تأهل على الفنال كان بيكون هو أفضل لعب كمان لو جاتبو أفضل مدرب ده لأفوان تبراي عمل ما تنسى أنه هو المدرب يعني هاي بطولته الأولى مع منتخبه مع منتخبه على صعيد بطولة كبيرة الصحيح هو كتير من اللعبين عصرهم من الفئات العمرية لوصلوا معه للمنتخب الأول لكن قدر يعمل سيستم قدر يعمل كامستر كتير كبيرة بالفريق بسرعة قياسية مثل ما قال هشام أن الحافظين بعضهم بشكل مرعب متفاهمين بشكل مرعب لعبية المنتخب الإسباني والأهم أنه قادر يقنع بعض النجوم بأدوارهم قادر حتى يقنع بعض اللعبين أن يسحبهم مثل يامال ونيكو ويليام زالي دائما بيتبدلوا بالمباريات رغم الشغل الكبير يلي بيعملوه ولهلأ قدر يحافظ على التوازن بالمجموعة حتى متص مشكلة قيل أنه سبب صديقة فرناندو طوريس يلي تركته راحت مع روبان لونورمان قدر يمتص حتى هذه المشكلة داخل المنتخب الإسباني وشبكة اللعبين عم يحتفلوا مع بعض بالتأهل إلى النهائي فبفتيك أفضل حيريس مربا أنا برأي لو ما فير بروجر من هولندا ما بتعمل سمي فاينل فبالنسبة لي هو وصل على السمي فاينل الحراس أنا عم نقق من الأربع اللي وصلوا على نص نهاية بيكفورد كان الحراس جيد كان بيكفورد كان جيد بعتقد كمان بيكفورد في كون بيكفورد كان جدا جيد من البقية أنا حتستغربوا أنه رحنا ما مرداش فيلي حارس جورجيا يلي كان يعني عمر رأس 17 كمان هو 17 فالصد 17 بس ما لعب أس كتير يعني يعني بسا بروجن دو تركيا لو ما هو حتى حارس تركيا مرت كان كتير منيح بهايدا البطول هي بطولة حراس هي ممكن الأفضل بالبطول كانوا الحراس هلأ سؤال لتنيناتكم بأنه هالأد بتحبوا فوطبول شي مرة في الكارت بس هينشان بتعمل مدرب إذا كان شي مرة باللبنان شو بتحب تكون مدرب يمكن فريق صغار نشئين ما في حدا ما بيحب بتحب هيدا التكتيكات اللي ممكن انت بتفكر فيها أو بتلاحظها عند أنت عبت حضر ماتش تطبقة مع لعبين أنا ما بحادا ما بيحب يكون عنده هيك شي مهضومة مدرب قصة كبيرة أكيد أكيد هلأ مش بقى العمر يا مش بقى هلأ أنا وصغير أكيد فكرت عامل مدرب أو العيب تعطي تعليمات لأبنك بس يا رفضول أنا ممكن بعطي تعليمات هيدا يبسو هيدا باي باي نيتشر بعطي تعليمات جيبوه أكيد أكيد تعليمات 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 أيضا أيضا لا لازم شربيل أنا عملت عمل عمل دورات تدريبية معلي أفسي معلي اتحاد الأسياوية كانت مرتبطة بالدرجة أولى بفوتسال بكرة القدم للصلاة اللي هي بإسبانيا تحديدا بالبرازيل بأوروبا هي كيف نقول الكوريا اللي بتطلع من خلاله حتى عملت مساعد ندرب بمتخب لبنان لفوتسال فأي بحب بس ما بحب كتير الضغوطات لأنه وما بحب شغلي أنه إن لم أوقات على شيء أنا من يعمل وملاحظ المدرب مصيبته أنه شو ما تصير الحق على المدرب مبارح لو أولي ووتكنز ما سجل من بعد ما دخل ما كان هاري كان بمباراة هولندا وإنجلترا يطروا يلعب وبلغ هاري كان وكان حينساب وحيتهاجم ضبطة ماء وما ننسى شغل اليوم كنت عم قوله له هشام أنه اللي مدرب إذا بدي يصبط معه كل شيء تبديلات وحسابات وطاكتكات ودايما بيربح حكرا ودايما اللي مدرب للأسف هو الضحية هو اللي بينلام لما يربح 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 هكذا أنا فورتي سيكس وأكيد كسبان وزن وبتعرف بس أنا زر ما كانت سبعة تيام بالجماعة كنا كنا هكذا عملوا فريق جاهزين نحن 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 بس بس يوجعون أركاب لا لا جاهزين انت بتعرف جاهزين بس بها تلك الكوتش ما يصير إليك كتير هالقد كمان بشكرك يشام حدان شرب الكريم شكرا لك شكرا لك مشاهدين اللي هوم بتنتهي حلقتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة